تتواصل بمنفذ الوديعة البري أعمال تفويج الحجاج اليمنيين المرين عبر هذا المنفذ الوحيد بعد أن أغلقت كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية الأخرى نتيجة لما تشهده البلاد من حرب ولأنه الممر الوحيد سعت الفرق التابعة لبعض المنظمات المحلية إلى تفويج الحجاج وتوفير كافة الخدمات بالمنفذ لعل أبرزها الخدمات الصحية نحن بحمد الله في أمور الصحة جاهزين وتجهزين لكل الحالات الطارئة والحالات العادية من عندنا من العيادات ومن الدكاترة ومن الفحوصات المخبرية تحرس بعض هذه المؤسسات المحلية على تقديم الرعاية الصحية بالمنفذ من جانب الأراضي اليمنية الذي يفتقر للكثير من الخدمات وذلك عبر توفير العيادة الطبية المتنقلة طيلة أيام عملية تفويج الحجاج اليمنيين البالغ عددهم 24 ألف حاج نحن في مؤسسة العون للتنمية ساهمنا في العيادة المتنقلة هذه العيادة تقدم خدمات خلال عامها لكن هذا العام تشرفت بأن تكون فيه مخيم وتفويج حجاج بيت الله الحرام وإن شاء الله نتمنى لكل حجاج بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم بأكمل وجه تسهم هذه العيادات الطبية في تأمين الجانب الصحي للحجيج من خلال إجراء المعاينات الطبية والفحوصات المخبرية وصرف الأدوية مجانا ممتاز جدا على ما قد سمعناه وعلى ما جيناه حسن مثل الأولى وذي قبلها يعني الحمد لله والأمور المتنظمة هذا المرة بشكل فضيع وخدمات جيدة والحمد لله تسهم مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من حالة الضغط التي يمر بها الحجاج اليمنيون بهدف ضمان سلامتهم ومحاولة تجنيبهم أي مضاعفات صحية أو نفسية أو بدنية حدد مسعد قناة بلقيس حضر موت